في الرابع عشر من سبتمبر الماضي صحت السعودية على واحدة من نعنف الهجمات وبينما كانت تحاول إطفاء النيران كانت ميليشيا الحوثي تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الذي أخرج منشأة أرامكو من نصف دائرة إنتاج النفط ورغم أن رواية الحوثيين لم تلقى تصديقا إلا أن الميليشيا بدت قادرة على الوصول إلى أهداف استراتيجية سعودية بعد أربع سنوات من الحرب التي أعلنت فيها الرياض تحييد قدرات الحوثيين فالحوثيون امتلكوا من جديد سلاح الجو وأصبحوا خطرا على الإقليم وخطوط الملاحة الدولية بعد تطوير قدراتهم الجوية والصاروخية وشنهم هجمات على أكثر الأهداف العسكرية حساسية للسعودية وتتهم الأخيرة والحكومة اليمنية إيران بتعزيز قدرات الحوثيين الصاروخية وهو ما تحقق فعلا حين ضبطت شحنات أسلحة في طريقها لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي من بينها قطع لطائرات مسيرة وفي الجانب التقني وقفت التكلفة المنخفذة للطائرات المسيرة إلى جانب تعزيز الحوثيين لسلاحهم الجديد فبمبلغ زهيد يمكن الحصول على طائرة قاتلة صعد الحوثيون أكثر مع تطويرهم لطائرات يصل مداها لألفي كيلومتر مع قدرة للبقاء ثلاثين ساعة في الجو وتنفيذ مهام المراقبة والرصد وتدمير الأهداف ما جعل الأهداف السعودية في مرمى الحوثيين في المقابل كان التصدي للطائرات الصغيرة عملية مكلفة كونه يتعذر كشفها أو رؤيتها بواسطة العين المجردة بينما صممت منظومات الدفاع الجوي أساسا للطائرات الكبيرة وبات على صاروخ واحد قيمته مليون دولار اعتراض طائرة لا تتجاوز قيمتها خمسمائة دولار فقط ورغم أن الحوثيين أصبحوا خطرا إلا أن السعودية تلجأت للحل الدبلوماسي والتفاوض معهم وفي مطلع نوفمبر كان نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان يصل إلى مسقط لبحث الوضع في اليمن وسرعان منعكست تلك الزيارة في اتصالات مباشرة بين مسؤولين السعوديين وحوثيين وتشكيل لجان عسكرية وسياسية لوقف الحرب على الحدود وبحث مستقبل الحرب في اليمن بمعزل عن الحكومة اليمنية والرئيس هادي